اخبار يو تي في اهلا بكم ابدوها بالعناوين مصفى الشمال في بيجي يعود للخدمة ويعزز الانتاج الوطني بمائة وخمسين الف برميل يوميا وسوداني يحدد منتصف العام المقبل موعدا للاكتفاء الذاتي الفرات ينتعش في ذقار والاهوار تنتظر موجة اخرى من الامطار لتعزز خزينها المائي ونهر الكلال يرفع مناسب دجلة ويرفض مخزون سدة الكوت ابدأ من افتتاح مصفى الشمال في بيجي الذي اعيد تأهيله بعد توقف دام اكثر من عشرة اعوام الذي سيسهم في تخفيض كميات البنزين المستوردة بنسبة خمسين بالمئة بمعدل انتاج يبلغ مئة وخمسين الف برميل يوميا فضلا عن قرب لتشغيل وحدتين اضافيتين احداهما لتحسين البنزين عجلات الوحدات الانتاجية لتكرير النفط تعاود الدوران معلنة الاستيناف العمل في مصفى الشمال في بيجي بطاقة تكريرية تصل الى مئة وخمسين الف برميل بعد عقد من خروجها عن العمل ازاء الاوضاع التي شهدها العراق ابان الحرب مع داعش الارهابي مراسيم الافتتاح جرت بحضور رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني وعدد من المسؤولين الحكومين والعاملين على اعادة تأهيل المصفى حيث تم انجازه بجهد وطني وفترة قياسية بلغت سبعة اشهر بدلا مما كان مخططا له سابقا وهو ان يتم تأهيله من قبل شركات اجنبية بفترة تصل الى اربعة اعوام السوداني اكد خلال احتفالية افتتاح مصفى الشمال ان مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية اخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية اعلان العراق قريبا ان شاء الله بعد اكمال باقي المشاريع في موعد اقصى منتصف 2025 وان شاء الله يفاجئون الابطال في موعد اقرب نعلن الانتهاء من استيراد المشتقات النفطية وبحسب القائمين على اعادة التأهيل فان المصفى سيسهم في وقف استيراد زيت الغاز والنفط الابيض فضلا عن تخفيض كميات البنزين المستوردة بنسبة 50% من الكمية المتبقية من الاستيراد بعد تشغيل مصفى كربلاء استطاع كادرنا اليوم من معالجة هذا وارجاع الامور الى نصابها وتأهيل هذه المعدات التي كانت مجرد حديد مطروح في هذه المواقع وتحويله الى معدات منتجة وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتشير التقديرات الى ان يعادة تأهيل مصفى الشمال يمثل خطوة عملية في طريق الاصلاح المالي حيث يوفر مليارات الدولارات سنويا ويبلغ مجموع الوفرة المتحققة من ذلك نحو 10 ملايين دولار يوميا وبذلك فان تطوير قطاع النفط يعد دعامة رئيسية لاقتصاد البلاد المعتمد عليه بالاساس وزير النفط حيان عبدالغني قال ان مصفى الشمال في بيجي سيسهم في تغطية جزء مهم من الحاجة المحلية من المنتجات النفطية مؤكدا ان اعادته هي احدى اهم التحديات التي واجهت الحكومة في زيادة الانتاج وايقاف الاستيراد وبعد اعادة اعمار وتشغيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل في اليوم ضمن مجمع الصمود في بيجي فان انتاجه سوف يسهم في تغطية جزء مهم جدا من الحاجة المحلية من المنتجات النفطية الحضور الكرام ان اعادة مصفى الشمال كان يمثل احد اهم التحديات التي واجهت الحكومة والوزارة وكان من بين اهم اولوياتها في قطاع التصفية التي تهدف الى زيادة وتعظيم الانتاج الوطني وتحسين نوعيته وايقاف الاستيراد وتوفير مبالغ الاستيراد لدعم خزينة الدولة مباشرة معنا الان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الدكتور حامد يونس دكتور يونس اهلا بك بداية حدثنا عن تأهيل مصفى الشمال في بيجي الذي كان محالا الى شركات اجنبية وتمت بجهد وطني نعم شكرا لكم السلام عليكم شكرا لكم على الاستضافة ليضاح هذا الانجاز المهم وتسليط الضوء على هذا الانجاز المهم الكبير جدا طبعا مصفى الشمال هو احد المصافي الثلاثة ضمن مجموعة مصافي الصمود التي تبلغ طاقاتها صلاح الدين 71 الف برميل تم عادته ايضا بعد تدمير كبير تقريبا 90% من المصفى ايضا كان مدمر من قبل اصابات داعش الارهابية مصفى صلاح الدين 72 ايضا 70 الف برميل مصفى الشمال اللي تم افتتاحها هذا اليوم طاقة التصميمية 150 الف برميل في ايار الماضي زار المصفى دولة رئيس الوزراء واعطى الضوء الاخضر لقيام الجهد الوطني الهندسي في شركة مصافي الشمال والشركات الساندة من القطاع النفطي لإعادة تأهيل هذا المصفى الذي اغلب الشركات العالمية قدمت عروض تتجاوز الثلاثة الى اربع سنوات لعملية إعادة تأهيله وبيكلف جدا عالية ولكن الجهد الهندسي الوطني والاصرار والتصميم تم العمل بثلاثة شفتات ليلا ونهارا خلال هذه الفترة وفترة السبعة أشهر كما جاء في تقريركم خلال سبعة أشهر تمكننا من إعادة مصفى الشمالي اللي طاقة 150 الف برميل يسهم هذا المصفى بإنتاج كميات بحدود 3 ملايين وستمائة ألف لتر في اليوم من البنزين وكذلك زيت الغاز اللي هو الغاز المطلق عليه هو أيضا ثلاثة ملايين وخمسمائة لتر أيضا من زيت الغاز وكذلك النفط الأبيض بحدود مليون وثلاثمائة لتر وحدود 7500 متر مكعب أي 7 ملايين وخمسمائة من النفط الأسود جميع هذه تسهم اقتصاديا في تخفيض كميات المستوردة طبعا من خلال تشغيل هذا المصفى تم الاكتفاء وإيقاف استيراز زيت الغاز وكذلك النفط الأبيض الكمية المتبقية بعد تشغيل مصفى كربلاء من كميات البنزين المستوردة هي 7 مليون لتر وبيدخال هذا المصفى تم تقليص 50% منها يبقت الكمية الحاجة لها في الاستيراد لغرض سد الحاجة الاستهلاكية هي 3 مليون وخمسمائة ألف لتر إن شاء الله بالمشاريع كما ذكر دولة الرئيس الذي يتابع أعمال هذه المشاريع بكل دقة وبزيارات واطلاع من خلال الاجتماعات ومن خلال زياراتنا المستمرة لهذه المشاريع ومتابعة السيد الوزير أيضا إلها لأهميتها اقتصاديا وخدميا كونها تؤدي بجانب اقتصادي وخدمي إلى المواطنين إن شاء الله بإنجاز هذه المشاريع التي تكلم عنها دولة رئيس الوزراء إن شاء الله بفترة قصيرة يتم إنجازها وإيقاف عملية الاستيراد للمنتجات النفطية جميحها أي البنزين فقط التي بقي أن يتم استيرادها بالكمية التي ذكرنا يعني بهذا الجهد الوطني الذي أتم عملية التأهيل لمصفى بيجي هل يمكن استثمار هذا الجهد الوطني مرة أخرى في تحديث وتوسعة مصافي أخرى في العراق أو حتى إنشاء مصافي جديدة نعم بالجهد الوطني طبعا الكوادر الهندسية هذا المصفى تم تدميره مرة سابقة وتم إعادة تأهيله من قبل الجهد الهندسي في مصفى الشمال والآن تم إعادته ولدينا مشاريع كثيرة لتطوير وضع هذه المصافي إن شاء الله بالجهد الهندسية تم تطويرها كون هذه المصافي معروف تم إنشاهها في الثمانينات وضمن تكنولوجيا في ذلك الوقت الآن الجهد الهندسي يعمل على وضع تصاميم لتطوير هذه الوحدات لكي يتم إنتاج منتجات نفطية عالية الجودة إن شاء الله التي تسهم أيضا رفع كفائتها وبالتالي رفع الكميات المنتجة من هذه المصافي طيب ذكرت أيضا أن مصفى بيجي تعرض كثيرا للاعتداءات اليوم هل هناك ضمانات هل هناك اتفاق مع الجهات الأمنية من أجل حماية مصفى بيجي من أي محاولة لضربه ربما يعني عملية التدمير معروفة لدينا يعني من السنوات الماضية يعني إيا كانت نتيجة الحروب التي مر بها العراق والمصافي من العوامل أو المصانع المهمة يتم استهدافها من قبل الجهات الأخرى التي تكون طرف آخر في الحرب على العراق وما تم في التسعينات بتدمير هذا المصفى أيضا تم إعادة إعادة تأهيلة من قبل كوادر الهندسية العراقية والآن عندما أعطي المجال للجانب الهندسي الوطني ودعم الكبير من دولة رئيس وزراء ومتابعة وزير النفط لهذا القطاع الحمد لله أوفوا بالوعد وتم إنجاز المشروع بفترة قصيرة إن شاء الله والذين عاموا بتأهيل مصفى صلاح الدين واحد ومصفى صلاح الدين اثنين ووحدات الأزمرة هي من الوحدات المعقدة أيضا في المصافي التي ترفع من جودة المنتجات النفطية وإعادة تأهيل مصفى الشمال أيضا هذه الكوادر قادرة على أن تطور وتبني وحدات جديدة لرفع الطاقات الإنتاجية ولدينا خطة واعدة في موضوع المصافي إن شاء الله باستكمال هذه الخطة سيتم الاكتفاء من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي ومأخوذ بنظر الاعتبار التطور في الحاجة الاستهلاكية ووضع مشاريع ليس للحاجة الحالية فقط وإنما للحاجة المستقبلية أيضا يعني الكميات التي نذكرها المتبقية للاستيراد التي هي 3.5 مليون لتر في اليوم مشاريعنا إن شاء الله حاسبين حساباتنا للكميات الاستهلاكية أي النمو في الاستهلاك مستقبلا ووضع مشاريع لكي لا نمر بحاجة استهلاكية مرة أخرى إن شاء الله دكتور ما أهم العقبات والصعوبات التي واجهت الجهد الهندسي الوطني سواء كانت هناك تحديات صعوبات فنيا أو ماليا ما هي الصعوبات يعني لما يكون دعم كبير من دولة رئيس وزراء لهكذا مشاريع بالتأكيد يعني الصعوبات المالية موجودة ولكن بدعم دولة الرئيس ومتابعة سيد الوزير تم تلبية جميع الحاجات للجهد الهندسي في سبيل إكمال هذا العمل بشكل سريع وبهذه الفترة القصيرة جدا إذن جهد وطني نفتخر به دكتور حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية شكرا جزيلا تدفق مائي هو الأكبر منذ بدء الشتاء بدأ من نينوى وأقليم كردستان ووصولا إلى شمالي البصرة بعد مروره بالأهوار وهو تدفق لم يكن كافيا لمساحاتها من أجل إعادة مسطحاتها المائية التي خشرت ثمانين بالمئة منها بسبب الجفاف بمعدل وصل إلى سبعين مترا مكعبا في الساعة نهر القلال ينعش هور الشويشة الموسمي ويرفع مناسب نهر دجلة عند سدة الكوت خطة المحافظة لاحتواء ارتفاع المناسب تضمنت معالجة أكتاف ونتوات مسيرة المياه في طريقه البالغة تسعين كيلو مترا ابتداء من جبال زاكروس وصولا إلى حوض دجلة فضلا عن فتح السدادات الفيضية التي تصب في الأهوار الآن لنأكو تحسن بالخزين استراتيجي للبلد أضافة إلى ذلك تم إطلاق كميات محددة ومحسوبة باتجاه الأهوار لغرض تعزيز أو معالجة النقص الحاصل في تلك المناطق مديرية الموارد المائية قررت فتح بوابات جديدة في سدة الكوت بعد أغلاق أكثر من خمسين بوابة في أيام الجفاف من أجل أرواء المناطق الجنوبية كالذجالي والحي والبشار الفرات يتحسن هنا في الناصرية بعد موجة الأمطار الأخيرة وتختفي جزره التي تظهر بين فترة وأخرى نتيجة لقلة الإطلاقات المائية الواصلة إلى ذيقار وبالأخص حينما تكون أقل من خمسة وثلاثين مترا مكعبا لكن اليوم وبحسب دائرة الموارد المائية تلامس سبعين مترا مكعبا في الثانية لكن الأهوار ما زالت تنتظر وصول الموجات المطرية عبر منافذها من نواظم الدجلة والفرات فواقعها حتى الآن لم يتغير كثيرا فالموجات المطارية رغم شدتها فإنها لا يمكن أن تعيد مشهد الأهوار بهذه السرعة في ظل أربعة مواسم جفاف قوية أثرت في ثمانين بالمئة من مساحتها المائية هناك تحسن واضح في تصاريف والمناسب في نهر الفرات وانتظر أنه وصول الموجة الفيضانية إلى مؤخر البدعة لغرض تصريفها إلى هورو بزرق أكو زيادة ملحوظة في تصاريف الفرات وهذا نعكس بشكل إيجابي على المناسب في الأهوار الوسطى وهور الحمار تعتمد الأهوار الوسطى في ذيقار على أربعة منافذ تغذية مهمة أولها من عمود الفرات ثم من عمود الغراف من مؤخر سدة البدعة ومن دجلة عبر ناظم الابتيرة في ميسان ومن الجريان العكسي من دجلة إذا مرتفعت مناسبه في السدة القاطعة شمال البصرة موجة الأمطار الأخيرة فسحت المجال أمام العراق لتوسعة الخزين المائي في سدوده ورفعت مناسيب الأنهر والروافد في البلاد بعد مواسم الجفاف المتعقبة التفاصيل نتابعها في الاستوديو التفاعلي موجة الأمطار التي هطلت على البلاد مؤخرة أسمت في تحقيق ثلاثة مكاسب بحسب وزارة الموارد المائية تمثلت في زيادة الخزين المائي في كل السدود العراقية ورفع مناسيب المياه في الأنهر والروافد وزيادة كميات التصريف فضلا عن تحقيق ريات مختلفة وزيادة الغطاء الرعوي للمناطق النائية وزارة الموارد المائية أكدت ليو تي في أن الخزين في السدود المائية زاد بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي إثر موجة الأمطار الأخيرة وسمح بإطلاق كمية كبيرة من المياه باتجاه الأهوار الوسطى والجنوبية والشمالية وأسهمت في إنعاشها بعدما عانت من الجفاف في الفترة الماضية المديرية العامة للسدود أشارت إلى أن خزانات البلاد في أفضل وضع فني وجاهزة لاستقبال الموجات الفيضانية ولديها خطة لاستثمار الإيرادات المائية المتحققة جراء السيول والأمطار الأخيرة لتغذية الأنهار والأهوار عبر السدود المتشرة في عموم البلاد بعد تعزيز خزينها المائية في متصف العام الماضي أعلن العراق الشروع في تشييد 36 سدا جديدا لحصاد المياه توزعت في المناطق الصحراوية والغرض منها خزن ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في مجالات الزراعة والري ومكافحة التصحر والجفاف وبهذا تنتين نشأ الإخبارية إلى اللقاء اشتركوا في القناة